أكد وزير الخارجية سمح شكري على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي جاء ذلك خلال استقبال شكري وفدا من البرلمان الأوروبي لبحث التعاون المشترك في عدد من مجالات التعاون لا سيما التعاون البرلماني والاقتصادي والتنموي وفي مجال الطاقة كما تناول اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والتصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية وتطورات الأزمة الليبية وجهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية